تحت شعار رحلة إلى المستقبل يشمل المعرض أربع مجالات وهي روح رواد الفضاء ومعارف وعلوم الفضاء وملاسقات بموضوع الفضاء وتصوير الفوتوغراف الفاني المتعلق بالفضاء استعرض المعرض الإنجازات الرائعة لصناعة الفضاء الصينية وهذه الإنجازات هي نتيجة للجهود المستمرة لأجيال من رواد الفضاء إنه لم نحظن السعيد أن نعيش في هذا العصر الأعظيم ومن دوايا سعادتنا أيضا أن ندمج أحلامنا في الحلم الوطني وأن نعمل من أجله قالت وانج يابين إن الواد الفضاء يكونون دائما في وضعين فقط وهما وضع طيران ووضع تحضير للطيران وبعد الانتهام مهمة الشنجو الثالث عشر استمرت في التدريب التابعي حتى تهافظ على ليقاتها البدنية لمواجهة التحديات الجديدة في أي وقت قلت إنه عندما أكون على الأرض أعتبر البلاد كالبيت الفضاء كالحلم وإنما أكون في الفضاء هو العكس لا تزال العودة إلى الفضاء أكبر أحلامي وأمل أن تتحل الفرصة للمشي على سطح القمر في المستقبل